السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيباتي المباد متابعات قناة عرقين من الكروشي معيكم امل صالح ان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض ازاي توصيلي الخيط في وسط الشغل من غير ما يبين خالص غلا نكتع ايدي الشغل عشان يكون الفنش بتاعك مزبوط احنا باشتغل هنا في النص الخيط خلص فهنوصل مع بعض من غير ما نعمل عقدة باقة وشكلها يبين تبقى مش حقل احنا بصيرها بطريقة جميلة جدا مش هتبين خالص في الشغل وهتعتمديها في اي نوع خيط انت بتشتعل تمام احنا معنا الخيط اهو خلص هيخد الخيط الجديد على ايدي تمام وهحطه على الابرة تمام اهو بحطه على الابرة يبقى الخيط ده الجديد واللي تحت القديم خلاص ده وده القديم ماشي هشتغل بقى العمود عيدي اهو بالراحة كل ده كده انا لسه بشتغل بيه الجديد تمام هدخل اهو بخلص العمود عيدي وهو هخلص بس كده بشد الخيط القديم وبشد الخيط الجديد بحيس ان انا اثبت عليهم شوية طيب وبعدين بعمل ايه هكمل انه انا هاخد طرفين الخيط معيه واكمل شغل العمود بلفة او الحشوة او النص العمود اين كده الغرزة اللي بتعمليها دايما تتأكدي ان طرفين الخيط معي كي تمام بتاخديهم بتفضلي تشتغلي كذا عمود طبعا من الطريقة دي بالنسبة لده احنا في الاخر هنقصوهم وهنسيحهم تمام لكن اي فتلة واي خيط تاني لو عايزين زيادة تأكيد هي مش هتفك ولا اي حاجة خالص ولا هتبين اصلا انها موصولة زيادة تأكيد ممكن انت في المرحلة دي مثلا بعد ما بتشتغلي كذا عمود ان انت تقومي جاية تربطيهم وبرضو تكملي بيهم وسط العمود خلاص وبعدين بعدها بفترة خالص بتقومي جاية قطع الخيط خلاص او بتفضلي تشتغلي لغاية ما الخيط هي خلاص بحيس بقى معيك احنا خلصنا اهو بتشدي الحاجة بتزبطيها يعني بتزبطي المساحة بتاعتها اهي تمام كده العمود مش بين في اي وصلات مش بين كالكعة وادي من وراء اهو تمام عايزة تكملي بقى زي ما بقولك بالخيط خلاص ماشي عايزة تتقصي براحتك تمام الحبة دول نشي انا عموما هقصهم وهسياحوا مع بعض لان خيط المكرمية ده بيكون ايه افضل حاجة فيه دي الطريقة بتاعتنا اتمنى يا رب ان هي تكون عجبتكم ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا اعجاب للصفحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته